رئيس السيسي يشيد بمنظومة تحويل السيارات للعمل بالطاقة النظيفة ويؤكد أهميتها لتحقيق عوائد للمواطنين وزيرة الصحة تعلن تدشين مبادرة 100 مليون صحة للألاج المنزلي لمصابي كورونا بايدن وترومب في ولاية جورجيا عشية انتخابات حاسمة لسيطرة على مجلس الشيوخ التساع صباحا السبع بتوقيت جريناتش مجاز إخباري جديد يأتيكم من القاهرة مرحبا بكم أكد رئيس عبدالفتاح السيسي الأهمية التي تليها الدولة لمبادرة إحلال وتحويل السيارات لاستخدام الغاز الطبعي كوقود بديل لسيارات نظرا لأنها تحقق عوائد مباشرة لصالح المواطنين في مقدمتها استبدال السيارات الملاكي المتقادمة بأخرى جديدة وبتسهيلات مولية كبيرة جاء ذلك خلال اجتماعه مع ممثلي كبرى الشركات العالمية المشاركة في المبادرة القومية بحضور رئيس الوزراء وعدد من الوزراء ومستشار الرئيس للشؤون المالية كان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد افتتح المعرض الأول لتكنولوجيا تحويل وإحلال المركبات للعمل بالتاقة النظيفة واطلع الرئيس على خطط وبرامج الوزرات والهيئات الحكومية المختلفة في إطار المبادرة القومية لإحلال وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبعي خاصة برامج التمويل والتسهيلات المتعددة المتاحة للمواطنين والتعريف بجوانب المبادرة وعوائدها المالية والاقصادية والبيئية وذلك أثناء تفقده للجناح الحكومية كما تفقد رئيس أجناحة كبرى الشركات العالمية والمحلية المتخصصة في هذا المجال عيث اطلع على أحداث النماذج والطرازات للمركبات التي تعمل بالغاز أو تلك المعدلة أشهد رئيس عبد الفتاح السيسي بما شهده من إنجاز الأيادية المصرية في بناء منظومة متكاملة لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبعي كتب رئيس السيسي على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إنه تفقد المعرض الأول لتكنولوجي أحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة مبديا ساعدته بمرأة من إنجاز أوفد رئيس عبد الفتاح السيسي ألواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة إلى الخرطوم حيث التقى خلال زيارة بكل من الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي والفريق أول محمد حمدان دوغلو نائب رئيس مجلس السيادة قائد قوات الدعم السريع والدكتور عبد الله حمدوك رئيس مجلس الوزراء الانتقالي والفريق أول ركن جمال عبد المجيد المدير العام لجهاز المخابرات العامة لجمهورية السودان تنولت لقاءات رئيس المخابرات العامة بالخرطوم ملفات التعاون الثنائي بين بصر والسودان في مختلف المجالات والتطورات الإقليمية ومسجدات ملف سد النهضة الإثيوبي نقل رئيس المخابرات العامة إلى الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالية السوداني تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي ومجددا التهنئة للسودان قيادة وحكومة وشعبا بونسبة عيد الاستقلال ومؤكدا على حرص مصر المطلق لمواصلة دعمها للسودان الشقيق في المجالات كافة أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 1277 إصابة جديدة بفيروس كورونا و58 حالة وفاء وشارت دكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي للوزارة إلى خروج 703 متعفين من الفيروس من المستشفيات وذلك بعد تلقيهم لرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم ليرتفع إجمالي المتعفين من الفيروس إلى 114601 حالة تطلق وزارة الصحة يوم الأربعاء مبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة حالات العزل المنزلي لمرضى فيروس كورونا المستجدة تحت شعار 100 مليون صحة وخلال مؤتبرا صحفي لاستعراض المنظومة الإلكترونية لمتابعة الإمداد والاستهلاك للأكسوجين الطبي بالمستشفيات بمحافظات الجمهورية أوضحت وزيرة الصحة أنه سيتم خلال المبادرة متابعة للحالات البسيطة إكلينيكيا لمرضى كورونا الذين يخضعون للعزل المنزلي أظهر إحصاء لريترز أن أكثر من 85 مليون ومئتي ألف نسمة أصيبوا بفارس كورونا في حين وصل إجمالي عدد الوفايات النتيجة عن الفارس إلى أكثر من مليون وثمانمائة وستة وأربعين ألف وفاء وسجلت أعلى حصيل الإصابات في الولايات المتحدة ثم الهند والبرازيل وروسيا قررت الحكومة اللبنانية إغلاق تام في البلاد ثلاثة أسابيع بدءا من السبع من يناير وحتى الأول من فبراير المقبل ووضح وزير الصحة اللبنانية حمد حسن أن هذا القرار جاء خلال اجتماع اللجنة الوزرية الخاصة بفارس كورونا اعتبر أن التحدي الوبائي وصل إلى مكان يشكل خطرا على حياة اللبنانيين في ظل عدم قدرة المستشفيات على تأمين السر أعلن رئيس الوزراء البريطاني بارس جونسون عن فرد إغلاق شامل دعينا المواطنين إلى البقاء في منازلهم قال جونسون إن القرار يشمل إغلاق المدارس واعتماد التعليم عن بعد للحد من تفشي وباء كورونا وانتشار السلالة الجديدة ذكر جونسون أن البلاد تمر بلحظة حارقة حيث ترتفع وطيرة الإصابات بالفارس في كل مكان سجلت بريطانيا رقما قياسيا من الإصابات بكورونا أمس الاثنين بنحو 59 ألف إصابة أعلن وزير الصحة الفرنسي أوليفي فوران أن بلاده ستعمل على تسريع وطيرة تطعيم الأطقب الطبية في المستشفيات باللقاح المضاد لفارس كورونا بعد انتقادات واسعة لتباطؤ هذه العملية بالمقارنة مع دول مجاورة قال فوران خلال زيارة إلى مستشفى في العاصمة فاريس أنه سيتم توسيع المجموعة المستهدفة باللقاحات لتشمل العملين في القطاع الصحي دون الانتظار لاستكمال حملة التطعيمات في دور رعاية المسنين هذا وقد أثارت البداية البطيئة لحملة التطعيمات في فرنسا غضب رئيس مانوالا مكرون والذي دعا الاجتماع مع رئيس وزرائه وزير الصحة لتسريع نشه اللقاح سجلت وزارة الصحة الفرنسية أربعة ألاف واثنتين وعشرين إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال ساعة الأربعة والاشرين الماضية في رقم يقل عن ثلث المسجل باليوم السابق يتهذا فيما تحاول فرنسا تسريع عملية التطعيم ضد الفيروس بعد تعرضها الانتقادات لمطئ وطيرتها في البداية تبحث المستشارة الألمانية أنجلا ميركل مع حكام الولايات إجراءات جديدة للحد من تفشي فيروس كورونا وقالت صحيفة بيلدا الألمانية إن الحكومة والولايات للتحادية اتفقت على تمديد العزل العام الساري حاليا حتى نهاية شهر يناير الجاري ليستمر بذلك إغلاق المدارس ومعظم المتاجر والمطاعم أعلنت وكالة الأدوية الأوروبية عن تأجيل قرارها بشأن السمح باستخدام لقاح شركة مودارنا ضد الفيروس كورونا إلى الأربعاء كانت الوكالة قد قررت تقديم مواعد اجتماع لجنة الأدوية ذات استخدام البشري إثرى ضغوط من الدول الأوروبية لترخيص اللقاح مودارنا في أسرع وقت تصديف سعودية اليوم القمة الخليجية الـ 41 في مدينة العلا وقد أعلن وزير الخارجية الكويتي أحمد ناصر أصباح أنه تم الاتفاق على فتح الأجواء والحدود البرية والبحرية بين المملكة العربية السعودية وقطر دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إلى تصويت بكثافة في ولاية جورجيا لضمان فوز المرشحين الجمهوريين في انتخابات مجلس الشيوخ وفي كلمته خلال تجمع انتخابي جدد ترمب تأكيده بأنه الفائز في الانتخابات الرئاسية ومشككا في نزهاتها بثماني ولايات حث ترمب أنخبين على الحذر من انتخاب طيار اليسار المتطرف في إشارة إلى الديمقراطيين يحتاج الجمهوريون إلى الفوز بمقعد واحد في انتخابات ولاية جورجيا للسيطرة على مجلس الشيوخ بعد خسرتهم في مجلس النواب والسلطة التنفيذية ومن جهته دع الرئيس الأمريكي والمنتخب جو بايدن أنخبين في ولاية جورجيا إلى حسم مقعدين مجلس الشيوخ للمرشحين الديمقراطيين وقال بايدن أمام حجي في ولاية جورجيا إن مرشحي الحزب الجمهوري أعملان لصالح ترمب وليس لصالح الولاية يسعى بايدن إلى دعم حملة مرشحية الحزب الديمقراطي للسيطرة على الأغلبية في مجلس الشيوخ وصلنا معكم مشاهدي الكرام لختام هذا المجاز ونقيط علم السادة المشاهدين بأن تردد أكستر نيوز الجديد 11.785 معدل الترميز 27.500 ومعامل استقطاب رأسي شكرا لكم وإلى اللقاء اشتركوا في القناة